رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ديوان عام وزارة الأشغال العامة والطرق بالعاصمة المؤقتة عدن وذلك للاطلاع على سير العمل والأنشطات والبرامج التي تنفذها في مختلف المشاريع وصيانة البنى التحتية وتنمية الحضارية وخطاطها للفترة القادمة وطف رئيس الوزراء بقطاعات ووحدات الوزارة وسمع من العاملين فيها إلى شرح عن المهام الجاري تنفيذها على مستوى المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطرق والأشغال العامة ضمن الدور الحيوي الهام للوزارة في برامج إعادة الإعمار إضافة إلى مستوى الإنجاز في تنفيذ عدد من المشاريع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والتحديات الماثلة وخطط مواجهتها بعد ذلك ترأس رئيس الوزراء اجتماعا لقيادة الوزارة تم خلاله مناقشة خطط تفعيل قطاعات الوزارة الحيوية للقيام بمهامها وشراكة مع المجتمع الدولي في مجالات التنمية وآليات استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة والبحث عن تمويل للمشاريع الاستراتيجية الجديدة وبحث الاشتماع الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع والمقترحات الكفلة بتجاوزها في إطار الجهود الحكومية لإعادة الإعمار بالاستفادة من الدعم المقدم والمتوقع من شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة كما تطرق الاجتماع إلى الدعم الاقتصادي المعلن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والذي شمل مشاريع التنمية وأهمية الاستفادة من قدرات وخبرات قطاعات الوزارة في هذا المجال باعتبار أن عمل مؤسسات الدولة وتدخلاتها أقل كلفة وأكثر استدامة وكفاءة وطلع رئيس الوزراء على العرض المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق مانع بن يمين حول أعمال الوزارة وخطتها للمرحلة القادمة والذي أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة البرنامج الاستثماري وتعمل بشكل وثيق مع وزارة التخطيط على تخصيص جزء من التمويل الدولي للبرنامج الاستثماري والتنسيق للشراكة الحكومية مع السلطة المحلية والمانحين الدوليين في المشاريع الاستراتيجية وشدد الدكتور معين عبد الملك على مضاعفات الجهود للتسريع بإنجاز المشاريع القائمة وخاصة في مجال الطرق الحيوية وإعادة تأهيل وصيانة الطرق والتي سيكون لها أثر ملموس في حياة المواطنين مؤكدا استعداد الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتذليل أي صعوبات أو عوائق تعترض سير عملية الإنجاز وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المحوري المعول على وزارة الأشغال العامة وطرق في التنمية وصيانة البنى التحتية وعملية أعادة الإعمار وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط وبرامج عمل تواكب ذلك وتعتمد مبادئ الشفافية والعمل المؤسسي وتنسيق الفاعل على المستويين المركزي والمحلي وكذلك مع شركاء اليمن في التنمية لافتا إلى توجيهات العليا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتفعيل اللجنة العليا للمناقصات وضرورة تحديث نظومها ولوائحها وبما يستجيب للواقع الاقتصادي والنظم الحديثة للتعاقدات والمشترايات وضرورة اعتماد آليات مبتكرة في التنفيذ والتمويل والشراكة تتسم بالمرونة والشفافية من أجل تسريع عملية التنفيذ والإنجاز واجد بتمويلات الخارجية والسعابها وحتى رئيس الوزراء على تفعيل قطاعات الوزارة الحيوية للقيام بمهامها والشراكة مع المجتمع الدولي في مجالات التنمية مؤكدا على أهمية قطاع الإسكان والتخطيط العمراني لمواجهة التشوهات التي طرأت على المدن خلال فترة الحرب والتعدي على الأراضي وضرورة تنسيق العمل مع السلطات المحلية ومكاتب وفروع الوزارة في المحافظات والمؤسسات العامة الأخرى ذات العلاقة وذلك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتي امتدت إلى التعدي على الأراضي الزراعية في مناطق استراتيجية رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيسبا حارثة